منذ اختراع الهاتف في نهايات القرن الثامن عشر سعى الإنسان إلى تطوير وسائل الاتصال ونقل المعلومات لما يمثل ذلك من مصادر أساسية للمعرفة والتقدم هذا التطور مشاهدين شهد مراحل مختلفة ولكن المرحلة الفارقة كانت في مطلع ثمانينات القرن الماضي عندما نجحت اليابان في تشغيل نظام الجيل الأول من الاتصالات باستخدام موجات الراديو العادي والأنالوج لإجراء الاتصالات الصوتية اللاسلكية بعد هذه القفزة النوعية أصبحت الحاجة ملحة لزيادة السرعة وكمية المعلومات المنقولة ليظهر الجيل الثاني في بداية التسعينات في فنلندا مما سمح بإجراء الاتصال الصوتي ونقل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة مع اتصال محدود بالإنترنت بسرعة تصل إلى 170 كيلو بيت في الثانية كنا نتحدث عن الكيلو بيت في عام 2001 عادت اليابان وقدمت الجيل الثالث من الاتصالات حيث أصبح بالإمكان إجراء الاتصالات الصوتية والمرئية كما نقل المعلومات عن طريق الإنترنت بكافة أنواعها وبسرعة قصوى تصل إلى 3.1 ميجا بيت في الثانية العام 2009 شهد تحولا جذريا في عالم الاتصالات بعد أن نجحت كل من النرويج والسويد في إطلاق الجيل الرابع من الاتصالات بسرعة قصوى تصل أو تبلغ 100 ميجا بيت في الثانية في الجيل الرابع أصبح بالإمكان تصفح الإنترنت بث الفيديوهات نقل البيانات بدقة عالية مع إجراء الاتصالات في الوقت ذاته بكل وضوح واعتبر ذلك نقلة نوعية في عالم الاتصالات وقفزة هائلة في التكنولوجيا ومع القفزة العملاقة في ثورة المعلومات أصبحت الحاجة ملحة لنقل كم أكبر من المعلومات ومعالجتها في وقت أقل بكثير من ثانية واحدة فعملت العديد من الشركات العالمية على تطوير الجيل الخامس هذا الجيل الذي تصل سرعة شبكته إلى 10 جيجا بيت في الثانية أي أسرع من الجيل الرابع بنحو 100 مرة الأمر الذي سيؤدي إلى ثورة في صناعة أجهزة الاتصالات والهواتف الذكية على سبيل المثال سيكون بالإمكان تنزيل فيلم من ساعتين بدقة عالية الجودة في ثلاث ثوان بعد أن كان يستغرق هذا الأمر أكثر من ست دقائق في الجيل الرابع الجيل الخامس لا يزال في طور التجريب ولكنه من المؤكد أنه سيقلب مفاهيم التقنية خلال الفترة القادمة